نتواجد الآن في الجهة الشرقية من مدينة تعز وتحديدا بالقرب من القصر الجمهوري هذا القصر الذي تم تحريره من قبل قوات الجيش الوطني هذا صباح هذا اليوم بعد المعارك العنفة التي خاضتها القوات مع عناصر الميليشيات الانقلابية التي كانت تتمركز في الأجزاء الأخيرة منه تلاحظون مبنى القصر الجمهوري وقد تم تحريره بشكل كامل فيما لا زالت القذائف الميليشيات وصواريخ الهوزر تنهال على القصر الجمهوري بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من تحريره بشكل كامل ويجري الآن تمشيط الجيوب التابعة لهذا القصر أيضا بعد تحرير هذا القصر الجمهوري من المرجح انتقال المعارك إلى المعسكر الأمن المركزي هذا المعسكر الذي تلاحظونه أمامكم وتلاحظون أيضا معي هنا شارع جولة القصر هذا الشارع الذي يكاد يخلو من المارة بسبب كثافة الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية تحسبا لأي هجوم قد تقم به قوات الجيش الوطني على معاقلها خصوصا بعد الإعلان عن العملية العسكرية الواسعة لقوات الجيش الوطني من أجل استكمال تحرير ما تبقى من جيوب للميليشيات الانقلابية هنا في الجهة الشرقية من المدينة إذن تلاحظون هذه الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني واحدة تلواء الأخرى وسطه طول الأمطار الغزيرة على مدينة تعز حمزة أمين قناة بالقيس من الجهة الشرقية لمدينة تعز